أنا كنت بقول دي لجنة اقتصادية صناعية موازنية مصغرة داخل هذا الاستوديو هبدأ الأول بعد إذن حضراتكم بسيات النائب ياسر عمر وهسأل إنه إحنا نهاردة عندنا إن شاء الله المؤتمر ده خلال كم يوم ورئيس دايما يتحدث على تعزيز القدرات الصناعية المصرية وإنه ده اللي هينهض بحجم الصدرات وصولا للمستهدف اللي هو الميت مليار يجي السؤال وما دور القطاع الخاص في ذلك وإلى أي مدى عشان أمور تبقى وضع لو نرجع للزمن من قبل سنة 52 هنلاقي كل الصناع اللي اتعاملت في مصر كانت بأيدي مصريين وطنيين كويس لو ما رجعتش الثقة ما رجعتش للمصنع المصري لأن المصنع المصري بعد 2011 الناس كانت بتعتبر إن الناس دي كلها إيه مش سليمة بالرغم من الناس دي هي اللي وقفت الصناع في مصر من قبل 52 لغاية ايه 2010 الهزة اللي حصلت للمصنع المصري الوطني دي أثرت عليهم لو المصنع المصري ما نجحش جوه مصر ما فيش مستثمر هيجيلك في مصر لأنه شايف الراجل اللي اتصحب البلد من جحش لازم ترجع الثقة للمصنع المصري لأنه هو راجل وطني وهو راجل بيفتح بيوت الناس كتير وهو راجل لما هيصدر هيجيب عملة لينا ولو ما صدرش وصنع لينا في مصر هنوفر استراض يبقى برضو ايه وفر لنا عملة وخبرك ودي مشكلتنا في الفترة الحالية كل الصناعات اللي قامت في مصر خلال 50-60 سنة اللي فاتوا كلها كانت وطنيين مصريين وطنيين يعني هاتلي حد مستثمر جه عمل مصنع مش مصري كله مصري يأما هو أنا عندي في مصر فترة طويلة جدا ما هيش يسيرة يعني كان فيها الاستثمارات الصناعية استثمارات مشتركة مع جنسيات مختلفة ومع استثمارات مباشرة من دول مختلفة لما نرجع بقى ونشوف هنلاقي إيه البداية كانت بعد 52 الدولة هي نفسها اللي كانت بتعمل هذه الصناعات كتال مستثمر الرئيسي يكاد يكون الأول والأوح وكانت صناعات كبيرة وقوية احنا بقى دلوقتي ما تنفعش الدولة ان هي تعمل الكلام ده نهائي المفروض القطاع الخاص يرجع يشتغل زي الأول واحنا اخد بالك واصقين في الصانع المصري والمصنع المصري ورجل الأعمال المصري انه ده رجل وطني ورجل عشرة عشرة ما ينفعش ادي له مثلا طاقة بأسعار أكتر من أسعار العالمية واقول له ايه نافس هينافس مين بيقدرش هينافس فلازم الطاقة لا تدعمه لكن ما زودش عليه ايه سعر الطاقة هو في الوقت الحالي اعتقد ان احنا دعمينهم ودعمينهم واخد بالك بس عايزين ندعمهم أكتر برضه ترجمة نانسي قنقر